موسيقى من دلوقات يا شبابة نبدأ في النوع الثالث عندنا في طبعا احنا خلاص خلصنا اول بالنسبة لنا السيستم الاولين والسيستم التاني اللي هو السيستم الثالثة بشفانس لايه علاقة بالشير وال? وكنا اخدنا نابزة عنه كده واحنا شغالين في الحاجة اسمها اكيد افتقارت الاسم ده قبل كده طبعا افكرت بيه لقالك اللي كان عندي يمين وشمال وكاننا بينهم كاميرا بنسمي الكلام ده بحاجة اسمها القابل وقلنا ممكن القاميرات دي اصلا ما كانتش موجودة كاميرات كان ممكن ان يبقى فيه عندي واحدة وحصل ما بينها فتحات وبالتالي القابلنج دي ممكن تكون كبيرة فخلت للشير وال اللي كانت شير وال واحدة يمين وشمال وبينهم جزء خرصاني زي القامرة بالزبط تمام? ده اللي احنا كنا قلنا عنه واحنا شغالين في بتاعت الشير وال. طيب شمانس الكلام ده هل موجود في الكود المصري طبعا موجود في الكود المصري. الباب السادس صفحة مية واتنين ومية وتلاتة بشمانسين. بيسمي القابل بحاجة اسمها حوائط القص المزدوجة او بنسميها حوائط القص المرتبطة. طبعا لها اسباب وجود. طبعا احنا قلنا الاسباب وممكن نلخصها بشمانسين في سببين. اول سبب بالنسبة لنا عند وجود فتحات منتظمة في حائط القص في بشكل بشكل اه بمعنى اصح مع زية عرض هذه الفتحات تحديك اتمعمولة للتهاوية او الاضاءة يعمل حائط القص حائطين مرتبطين بكمارات. احنا قلنا الجملة دي بس احنا صغناها في اه بند. طيب تعالي نروح الى بند التاني. بيقولك بقى ما كانش في عنده حائط وتفتح فيه فتحات. لا. ده كان عندي يا بشوانس حائطين او اكثر من حوائط القص في نفس المسقط وعند ربطهم بالسقف تواجد كاميرات تعمل هذه الكاميرات على ربط حوائط القص وبعضها البعض وتعمل كأنها واحدة واحدة لمقاومة الاحمال الجانبية. يعني يا بشو مهندس كان عندي حائط قص في امان الله بالمنزر ده كده. وكان جانبه حائط قص بالمنزر ده. ونتيجة اندي ظروف معينة انا قدرت ان اعمل كاميرا بينهم. خلاص يبقى يا بشو مهندس والكاميرا دي تم تكرارها في في المساقطة الافقية او معنا اصحف في الاسقف. وبالتالي كونت للشكل ده. يعني ده كان شير ولو وده كان شير ولو وحده وكان ما بينهم يا بشو مهندس كاميرا في كل ما كانش في عندي اصلا فتحات. فاتكون يا بشو مهندس مين? اتكون حاجة اسمها القابل. نركز كنا مع بعض يا بشو مهندسين. هنلاقي ان البند الاول بيتحقق عندنا هنا هو بشو مهندس. لو عندي بالمنزر ده وكانت في فتحات صغيرة نتيجة مسلا باب او شباك يا بشو مهندس. فتحات دي لحد ما كبرت معاه في الشكل ده. بدأت تكبر اكتر يا بشو مهندس. فتلاقي فعلا عبارة عن يمين يا بشو مهندس بشمال. بالمنزر حتى داك شايفوا ده. وبينهم كاميرا. الكاميرا دي بقى ساعتها بشو مهندس بنسميها كاميرا ربطة. زي ما قلنا ان الشيروول المين والشيروول الشمال ببقى انهم بقوتوا مشيروول واحدة بشو مهندس. واتربطوا بكميرا فسميناهم حوائد قص متربطة. يبقى اكيد الكاميرا اللي في النص دي هي الكاميرا الربطة اساسا. فبنسميها عبش مهندسieursна والقابلينج مهندس ناتيجة اللاتراللود دي عبش مهندس. هيحصل هنا ايه؟ هيحصل لنا بعد. هلاقي ان الجنب ليحت الشمال ده معرض ليمين عبش مهندس معرض لتنشن وفي نفس الوقتي يتعرض الجزء من العزم وفي نفس الوقتي عبش مهندس يتعرض ليصبر جزء الوجس ناحية اليمنة عبش مهندسين. مشيروول غبي completely نحية اليمن. هيكون معرض ليمين لقدون طوال الأيبش مهندس Helminoscope اني لازم تكون القامرة المربوطة ديه بش مهندس او القامرة المتربطة ذات مقاومة كافية وجساء كبيرة تقدر تنقل احمد الجانبية بامان من شير وور رقم واحد لشير وور رقم اتنين بمعنى اصح يعني ايه مقاومة كافية وجساء كبيرة اني ما اعصلتش بها اي تشاكلات او اي ازاحات بش مهندس يعني الشكل ده غير مقبول لان كده بالنسبة للقامرة دي لان كده بالنسبة للقامرة ديه بش مهندس ما تنفعش معانا صح لاني حصل فيها تشاوهات القامرة دي مش استف يعني بالنسبة لنا تمام ممكن نسميها قامرة صفت قامرة لينة مش شغالة معانا ما تقدرش يا بش مهندس اتخاذ الشير وور الاولانية ولا الشير وور التانية يشتغلوا كأنهم وان يونت في مقاومة الاحمد الجانبية خلاص فلازم يا بش مهندس القامرة دي تكون لها شوية اشتراطات اكيد الاشتراطات دي موجودة في الكود المصري فعلا هنتكلم على الاشتراطات الخاصة بالقامرة دي عشان نقدر يا بش مهندس نحقق السترنس العالي والستيفنس الكبير بحيث ان القامرة دي ما حصلش فيها دفورميشنز اللي انا شايفو ده يا بش مهندس الشكل ده غير مقبول اطلاقا تمام لازم تكون القامرة رجل يعني بتكون بالمنظر ده اه هيحصل انتقال للاترا اللوت دي لو القامرة كانت في وضع الامن بالشكل ده تمام؟ لكن ما ينفعش التلات قاميرات اللي في اخر تلات ادوار دول بالشكل ده دي بالنسبة لنا غير مقبولة اشتركوا في القناة